مرحباً يعني أثناء دخولهم للمدرسة في محاولة لرؤية إحدى الطالبات حسب أقواله في النيابة الواقعة بدأت أن العاملين بالأمن المتواجدين على باب مدرسة الغرق التجارية كانوا وقفين الصبح فلاحظوا وأثناء وجود دخول الطالبات للمدرسة دخول طالبة منتقبة لكن هم الحقيقة اشتبهوا فيها يعني اشتبهوا في الطالبة اشتبهوا في طريقة مشيتها وطريقة دخولها للمدرسة وشكلها مختلف فالعمال أو المتواجدين على بوابة المدرسة يعني ركزوا أكتر الأول يعني قالوا ممكن ده بالصدفة لأنه فيه أو ممكن ده عادي لأنه فيه طبعاً المدرسة فيها طالبات منتقبات وفيها مدارسات منتقبات لكن لما ركزوا أكتر الحقيقة العمال شاكوا جداً وقالوا إن ده مش مش ماشيت طالبة ولا مدرسة في المدرسة زائد إنها تصرفاته كانت مريبة شوية يعني مش واحدة منتقبة عادية دخل المدرسة فدخلوا وراه شوية مجرد دخوله من باب المدرسة وبدأوا يتأكدوا من الشخصية وبعدين طلبوا من يعني أمسكوا بي وطلبوا من إحدى الطالبات إن هي تشوف وشه أو من إحدى المدرسات في محاولات يعني يكشفوا عن المنتقبة دي حتى يتأكدوا إن على الأقل إن هي طالبة بالمدرسة مش منتقبة من برى المدرسة الحقيقة بمجرد اقترابهم من الشاب حاول يقومهم بشكل طبعاً أظهر إن هو راجل وإن هو مش ست ولا سيدة منتقبة وإن هو شاب حاول الدخول للمدرسة طبعاً أمسكوا بي وأحلوه فوراً يعني بلغوا الدكتور حمدي محمد مسؤول إدارة إتصال تعليمية مدير إدارة إتصال تعليمية وأبلغوا بالواقعة وقالوا له إن فيه شاب اللبس نقاب حاول يدخل المدرسة طبعاً على الفور الدكتور حمدي أبلغ الشرطة وجات قوة من الشرطة وأوضوا على الشاب ده وأحلوه على طول للنيابة ويتم التحقيق معاه في الواقع وفقاً للمعلومات اللي وصلتنا الشاب خاف من توجيه تهمة التحرش له أو يعني نفع إن هو دخوله المدرسة علشان يتحرج بالطالبات الشاب قال إنه فيه إحدى الطالبات في المدرسة هو كان عايز يشوفها بأي شكل فهو ارتدى النقاب في محاولة منه إن هو يشوف الطالبات دي وإن هو دخل المدرسة علشان يحاول يشوف الطالبات دي وإن هو ما كانش قصده حاجة وإن هو كان هيقف بأيش في الطالبة ويرجع يمشي تاني وإن هو أنا وإن هو لما ظروفه تسمح ولما هي تخلص دراسة يتقدم لها لخطباتها الحقيقة الواقع كانت غريبة والواقع عملت حالة من الخوف شوية لدى الطالبات لكن اليوم الدراسة استمر بشكل عادي والواقع منذ أيام ورغم كده نسبة الغياب في المدرسة ما تأثرتش أبدا بالواقع الدكتور حمدي محمد مدير الدكتور حمدي محمد مدير إدارة إدسا التعليمية رغم أنه قال أن الواقع صحيحة بس قال أن الطالب أو الشاب ده اللي هو ارتدى النقاب وحاول الدخول للمدرسة ما قدرش يتواجد جوا المدرسة لأنه قال أن العمال والمسؤولين الأمن في المدرسة الأمر لم يستغرق دقائق يعني بمجرد عبوره للبوابة هم شكوا فيه وتأكدوا فورا من هويته وسلموا له الشرطة الموضوع ده ما استغرقش دقائق قليلة وقال أن الأمور في المدارس في إدارة إدسا التعليمية فيها شكل كبير جدا من الانضباط وأن هم متابعين كويس جدا الوقاع اللي بتحصل وقال أنه هو مش ممكن يعني يسمحه بدخول أي حد من برا المدرسة لداخل المدرسة وأنه هو بمجرد مشاكه فيه على طول يتحول للشرطة وحاليا بيتم التحقيق معاه والنيابة كمان قال يعني أن هي قررت حبسه هو بقال أنه بيطمن طبعا أولياء الأمور جدا وهو قال حقيقة أن الوقع ما أثرتش على سير العملية التعليمية في المدرسة يعني قال أن النسب الغياب في المدرسة لأ النسب الطبيعية جدا ما فيش أي حالة من الخوف أثرتها الوقع لأن الوقع ما استغرقتش وقت ودخول الشاب ده للمدرسة ما أثرش أبدا على العمليات التعليمية ما الحقش أصلا أن يشوف حد من الفتيات في المدرسة وما الحقش يكون فيه أي شكل من أشكال يعني اللغة أو أشكال التخويف والترهيب للطالبات في المدرسة أولياء الأمور رغم طبعا تعليقاتهم على الوقع واستنقرهم للوقع واستنقرهم محاولة شاب للدخول للمدرسة وارتداء النقاب لكن رغم كده أولياء الأمور قالوا أن دي فراسة من المسؤولي الأمن في المدرسة أن دي فراسة من عندهم أن هما قدروا بسرعة يشوفوا الشاب خاصة أن المدرسة فيها فتيات منتقبات وفيها مدرسات منتقبات لكن أن هما قدروا يدققوا وقدروا يأخذوا بالهم من دخول الشاب بالمدرسة ويمسكوا بيه بسرعة جدا ويسلموا للشرطة أولياء الأمور أثنوا على التصرف ده وقالوا أنه هو تصرف سليم 100% وأنه هو حمى الطالبات المتوجدات بالمدرسة مدير إدارة إصفة تعليمية كمان قال منذ أيام وأن الوقع مش مأثرة أبدا على سير العملية التعليمية في المدرسة وقال أن هما بشكل عام بيتابعوا المدارس بيأكدوا بشكل دوري على مسؤول الأمن على بوابات المدارس على التأكد من هوية كل شخص يدخل للمدرسة خاصة في المدارس اللي فيها طالبات التأكد من هوية المدرسات المنتقبات التأكد من هوية الطالبات المنتقبات ده فيه تأكيد كبير عليه جدا على مستوى المدرسة وعلى مستوى مدارس المحافظة لكن لحد النهاردة سير العمل في مدرسة إطسا التجارية بالغرق يعني ما فيهاش مشكلة خالص ما فيش نسبة غياب الواقع ما أثرتش أبدا على تواجد الطالبات في المدرسة يمكن المدرس في الفيوم يعني فيها نسبة طلاب كبيرة جدا المدرسة التجارية في العموم فيها نسبة طلاب وطالبات كبيرة جدا يمكن ده بيخلي فيه حرص كبير جدا من مدرية التربية والتعليم وحرص كبير جدا من الإدارات التعليمية على التأكيد بشكل دوري على مسؤولي الأمن بالمدارس بالتأكد من هوية كل الأشخاص اللي بيدخلوا المدارس والتأكد من خاصة يعني لو منتقب داخل المدرسة بيحاولوا يتأكدوا دايما أن هي من المسؤولين عن التدريس بالمدرسة أو من الطالبات وبيكون فيه تصرف سريع يعني بيكون فيه تعامل سريع في الحالات دي والحقيقة أنه يعني مدير إدارة إدارة التعليمية والعاملين بالمدرسة قفنوا جدا على دور الأمن وأن الأمن استجاب بسرعة كبيرة جدا والأمن تواجد بسرعة كبيرة جدا للمدرسة فيه تعليقات كتيرة جدا من أولياء الأمور خلال الأيام اللي فاتت على الواقع يعني أولياء الأمور مستنكرين الواقع جدا مستنكرين جراءة الشاب مستنكرين أنه يتجرأ ويرتدي النقاب يعني مستنكرين أنه يتجرأ ويدخل مدرسة فيها طالبات لكن في النهاية أمن المدرسة تعامل بشكل سريع وتصرف يحسب لأمن المدرسة أن هم قدروا يتعرفوا عليه ومجرد عبوره للبوابة يعني زي ما قلنا أن الدكتور حمدي محمد مدير إدارة إتصال تعليمية قال أن الأمر ما استغرقش دقائق أنه مجرد دخول الشاب من البوابة بشكل سريع جدا تم التعاون معه الحقيقة يعني بالمناسبة هي مش أول وقعة تشهدها إدارة إتصال تعليمية يعني إتصال تعليمية التاني وقع الإسبوع ده تشهدها أو كان فيه شائعة وما زالت قيض التحقيق ويتأكدوا من الشائعة عني أن في مدرسة قصر الباثل الإبتدائية اشتقى يعني تداول بعض أولياء الأمور أن مدير المدرسة قال للتلاميذ اللي في المرحلة الإبتدائية أن المدرسة فيها عفاريت وأن ده سبب بحالة من الخوف والرعب للتلاميذ في المدرسة واليوم ده غادروا المدرسة برضو لما سألنا مدير إدارة إتصال تعليمية دكتور حمدي محمد عن الوقع قال الحقيقة أن ده يعني أقويل تدولة وأنه هو أحال مدير المدرسة للتحقيق للتحقق من صحة المعلومات المتدولة دي هل مدير المدرسة عمل كده هل فعلا قام بتخويف الطلاب وقال إن المدرسة فيها عفاريت يعني قال إن الوقع قيد التحقيق وأنه هو في حالة أنه كن ثبت أن مدير المدرسة قال كده فعلا وخوف الطلاب بالشكل ده هيحاسب وهيتاخذ ضده الإجراءات القانونية لكن بشكل عام قالوا إن المدرسة فيها يعني يصير العملية التعليمية فيها بشكل طبيعي ما فهاش أي نسبة غياب وده يعني هو لذلك هو شاكك بنسبة كبيرة إن تكون الوقع صحيحة لكن هو قال ننتظر التحقيقات والشؤون القانونية في الإدارة التعليمية هتحقق مع المدير المدرسة وتشوف وكده يبقى دورة إدارة التعليمية كان فيها وقعتين خلال الأسبوع ده أغرب من بعض الحياة لكن هي الوقعة الأكبر والأغرب الوقعة اللي بنتكلم عليها في البث النهاردة وهي وقعت قيام قيام شاب من قدسة بمحاولة الدخول لمدرسة التجارة بقرية الغرق وكان بيرتدي نقاب منتقب وحاول يتسلل لداخل المدرسة وأن هو أمن المدرسة أبض عليه بسرعة جدا يعني أمن المدرسة شك فيه يعني نقول الوقع علشان الناس اللي لسه بتشوف البث أو لسه عايزة تعرف إيه الوقع هي الوقع أن في مدرسة الغرق التجارية أمن المدرسة تفاجئ أثناء دخول الطالبات أن في طالبة منتقبة لكن غير طبيعية مريبة تصرفاتها وتحرقاتها ومشيتها لا توحي بأن هي طالبة فالمسؤولين عن البوابة بمجرد عبور الطالبة دي للبوابة شافوا يعني حاولوا يركزوا معاها أكتر واقتربوا منها وحاولوا يتأكدوا من شخصيتها ويسألوها عن هويتها أنت هنا في المدرسة طيب أنت اسمك إيه فاتفاجئوا أنه هو بتقومهم واتفاجئوا بصوت شاب شالوا النقاب فاكتشفوا أنه هو مش طالبة أنه هو شاب مرتدي النقاب وحاول يدخل للمدرسة فبسرعة جداً اتصلوا بالدكتور حمدي مدير إدارة قدسة التعليمية وأبلغوا بالوقع وهو بدوره قال لهم يتحفظوا عليه واتصل بأجهزة الأمن فوراً وحضرت قوة من الشرطة وقامت بضبط الشاب ده وحرره محضر بالوقع وأحيل للنيابة للتحقيق معه ووفقاً للمعلومات المبدئية اللي وصلتنا أنه هو الشاب قال أنه هو بيحب منت في المدرسة وكان عايز يشوفها بأي شكله ما فيش فرصة أن يشوفها برا المدرسة فلبس النقاب ودخل المدرسة وأنه هو بس كان عايز يشوفها من بعيد وأنه نوي أنه بمجرد مظروفه المدية تسمح أنه يتقدم للطالبة دي لكن هو وقف من بعيد وأنه ينفع عن نفسه يعني فكرة أنه كان داخل للتحرش بالطالبات أو للدخول للطالبات أو كده ترجمة نانسي قنقر